بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا شاهد كل نجوى وموضع كل شكوى وعالم كل خفي ومنتهى كل حاجة يا مبتدئا بالنعم على العباد يا كريم العاف يا حسن التجاوز يا جواد يا من لا يواري منه ليل داج ولا بحر عجاج ولا سماء ذات أبراج ولا ظلم ذات ارتتاج يا من الظلمة عنده ضياء أسألك بنور وجهك الكريم الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وباسمك الذي رفعت به السماوات بلا عماد وصطحت به الأرض على وجه ماء جمد وباسمك المخزون المكنون المكتوب الطاهر الذي إذا دعيت به أجابت وإذا سئلت به أعطيت وباسمك السبوح القدوس البرهان الذي هو نور على كل نور ونور من نور يضيء منه كل نور إذا بلغ الأرض انشقات وإذا بلغ السماوات فتحات وإذا بلغ العرش اهتاز وباسمك الذي ترتعد منه فرائص ملائكتك وأسألك بحق جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء وجميع الملائكة وبالاسم الذي مشى به الخضر على قلل الماء كما مشى به على جدد الأرض وباسمك الذي فلقت به البحر لموسى وأغرقت فرعون وقوما وأنجيت به موسى بن عمران ومن معاه وباسمك الذي دعاك به موسى بن عمران من جانب الطور الأيمان فاستجبت له وألقيت عليه محبة منك وباسمك الذي به أحيا عيسى بن مريم الموتى وتكلم في المهد صبيا وأبرأ الأكمه والأبرص بإذنك وباسمك الذي دعاك به حملة عرشك وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وملائكتك المقربون وأنبياءك المرسلون وعبادك الصالحون من أهل السماوات والأراضين وباسمك الذي دعاك به ذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن تقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبت له ونجيته من الغام وكذلك تنجي المؤمنين وباسمك العظيم الذي دعاك به داود وخر لك ساجده فغفرت له ذنبه وباسمك الذي دعتك به آسية امرأة فرعون إذ قالت رب ابني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين فاستجبت لها دعاءها وباسمك الذي دعاك به أيوب إذ حل به البلاء فعافيته وآتيته أهلا ومثلهم معهم رحمة من عندك وذكرى للعابدين وباسمك الذي دعاك به يعقوب فرددت عليه بصره وقرة عينه يوسف وجمعت شمله وباسمك الذي دعاك به سليمان فوهبت له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده إنك أنت الوهاب وباسمك الذي سخرت به البراق لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وباسمك الذي تنزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وباسمك الذي دعاك به آدام فغفرت له ذنبه وأسكنته جنتاك وأسألك بحق القرآن العظيم وبحق محمد خاتم النبي وبحق إبراهيم وبحق فصلك يوم القضاء وبحق الموازين إذا نصبت والصحف إذا نشرات وبحق القلم وما جرى واللوح وما أحصى وبحق الإسم الذي كتبته على سرادق العرش قبل خلقك الخلق والدنيا والشمس والقمر بألفي عام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأسألك باسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت به في علم الغيب عندك لم يظهر عليه أحد من خلقك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى وأسألك باسمك الذي شققت به البحار وقامت به الجبال واختلف به الليل والنهار وبحق السبع المثاني والقرآن العظيم وبحق الكرام الكاتبين وبحق طه وياسين وكافها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف وبحق توراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الرسول وبآهيا شراهيا اللهم إني أسألك بحق تلك المناجات التي كانت بينك وبين موسى بن عمران فوق جبل طور سينا وأسألك باسمك الذي علمته ملك الموت لقبض الأرواح وأسألك باسمك الذي كتب على ورق الزيتون فخضعت النيران لتلك الورق فقلت يا نار كوني بردا وسلاما وأسألك باسمك يا الذي كتبته على سرادق المجد والكرامة يا من لا يخفيه سائل ولا ينقصه نائل يا من به يستغف وإليه يلجأ أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات العلا اللهم رب الرياح وما ذرت والسماء وما أضلت والأرض وما أقلت والشياطين وما أضلت والبحار وما جرات وبحق كل حق هو عليك حق وبحق الملائكة المقربين والروحانين والكروبين والمسبحين لك بالليل والنهار لا يفترون وبحق إبراهيم خليلك وبحق كل ولي يناديك بين الصفا والمروى وتستجيب له دعاءه يا مجيب أسألك بحق هذه الأسماء وبهذه الدعوات أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أبدينا وما أخفينا وما أعلم به منا إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا حافظ كل غريم يا مؤنس كل وحيد يا قوة كل ضعيف يا ناصر كل مظلوم يا رازق كل محروم يا مؤنس كل مستوحش يا صاحب كل مسافر يا عماد كل حاضر يا غافر كل ذنب وخطيئة يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا كاشف كرب المكروبين يا فارج هم المهمومين يا بديع السماوات والأرضين يا منتهى غاية الطالبين يا مجيب دعوة المضطرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ديان يوم الدين يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا أقدر القادرين اغفر لي الذنوب التي تغير النعام واغفر لي الذنوب التي تورث الندام واغفر لي الذنوب التي تورث السقام واغفر لي الذنوب التي تهتك العصام واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء واغفر لي الذنوب التي تحبس قطر السماء واغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء واغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء واغفر لي الذنوب التي تكشف الغطاء واغفر لي الذنوب التي تغيرها واغفرها غيرك يا الله واحمل عني كل تبعة لأحد من خلقك واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا ويسرا وانزل يقينك في صدري ورجاءك في قلبي حتى لا أرجو غيرك اللهم احفظني وعافني في مقامي واصحبني في ليلي ونهاري ومن بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي ويسر لي السبيل وأحسن لي التيسير ولا تخذلني في العسير واهدني يا خير دليل ولا تكلني إلى نفسي في الأمور ولقني كل سرور وقلبني إلى أهلي بالفلاح والنجاح محبورا في العجل والآجل إنك على كل شيء قدير وارزقني من فضلك وأوسع علي من طيبات رزقك واستعملني في طاعتك وأجرني من عذابك ونارك وقلبني إذا توفيتني إلى جنتك برحمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن حلول نقمتك ومن نزول عذابك وأعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء ومن سوء القضاء وشماتة الأعداء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما في الكتاب المنزال اللهم لا تجعلني من الأشرار ولا من أصحاب النار ولا تحرمني صحبة الأخيار وأحيني حياة طيبة وتوفني وفاة طيبة تلحقني بالأبرار وارزقني مرافقة الأنبياء في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم لك الحمد على حسن بلائك وصنعك ولك الحمد على الإسلام واتباع السنة يا ربك ما هديتهم لدينك وعلمتهم كتابك فاهدنا وعلمنا ولك الحمد على حسن بلائك وصنعك عندي خاصة كما خلقتني فأحسنت خلقي وعلمتني فأحسنت تعليمي وهديتني فأحسنت هدايتي فلك الحمد على إنعامك علي قديما وحديثا فكم من كربين يا سيدي قد فرجتا وكم من غمين يا سيدي قد نفستا وكم من همين يا سيدي قد كشفتا وكم من عيب يا سيدي قد سترتا فلك الحمد على كل حال في كل مثوان وزمان ومنقلب ومقام وعلى هذه الحال وكل حال اللهم اجعلني من أفضل عبادك نصيبا في هذا اليوم من خير تقسمه أو ضر تكشفه أو سوء تصرفه أو بلاء تدفعه أو خير تسوقه أو رحمة تنشرها أو عافية تلبسها فإنك على كل شيء قدير وبيدك خزائن السماوات والأرض وأنت الواحد الكريم المعطي الذي لا يرد سائله ولا يخيب آمله ولا ينقص نائله ولا ينفد ما عنده بل يزداد كثرة وطيبا وعطاءا وجودا وارزقني من خزائنك التي لا تفنى ومن رحمتك الواسعة إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين